هنتكلم دلوقتي عن المجموعة الثانية من المعادن اللي بيحتاجها الجسم وهي المعادن الندرة وقلنا إن كلمة المعادن الندرة أو التانية الأولانية اللي اسمها المعادن الأساسية مش معنى إن حاجة أهم من حاجة لكن معادن الندرة الجسم بيحتاج منها كميات ضئيلة جدا عشان نحصل على فوائدها العظيمة جدا المعادن الندرة هم إيه؟ هم الحديد والزينك والنحاس والمانجنيز واليود والكروم والمولبيدنوم المولبيدنوم ده بيلخبطني في الكلام وطبعا الفلورايد والسيلينيا هما تسع معادي هنبدأ كلامنا بالحديد الحديد بيعتبر من أهم ركائز جهاز المناعة وطبعا بخلاف ده هو محفز للنشاط الزهني ومسؤول عن نقل الأكسوجين في خلال جسم وإتمام عمليات النمو بشكل سليم أهم مصادر الحديد إيه؟ هي اللحوم الحمرة والكبدة والعتس البني فاكرين لما كلمنا عن العتس والطمر والأرسيا والرمان والملوخية والمأكلات البحرية والفراخ والبتنجان والسبانخ والتفاح والموز والكمترة والجرجير والتين البرشومي والطماطم والعسل الأسود سبحان الله يعني أنا فعلا عايز أعلق على تنوع المصادر بهذه الغزارة شوفوا قد إيه لما العنصر بيبقى مهم للجسم ربنا سبحانه تعالى يوفروا في عناصر كتيرة جدا من الغذاء وعلى مدار السنة صيف وشتا وربيع وخريف فواكه وغير فواكه أطعمة وهكذا علشان الجسم ما يبقاش حاجة مهمة أو ينقصها فاللي ما بيحبش يأكل كذا هيلقيه في علاق الأهمية دي هيلقي العنصر المهم ده في حاجة تاني وهكذا دي يعني دي من رحم من نعم ربنا سبحانه تعالى التي لا تحصى علينا يا الحديد بيزيد امتصاصه جدا بوجود فيتامين سي وبيقل امتصاصه جدا جدا بسبب إيه بقى؟ بسبب الشاي والقهوة والمسكنات وأدوية علاج النقرس وأدوية الحموضة وحاجة غريبة جدا تمنع امتصاص الحديد اللب عارفين اللب؟ تعال التسالي ده اللب الكتير ده يمنع امتصاص الحديد فخلوا بالكم لأنه فيه ناس كتير قوي عندهم عادة كده أكل اللب بكل أنواعه اللب ده خطر على امتصاص الحديد بيقللوا يعني